بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحيكم أبناء الطلاب و بنات الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم استعراض اللوحة التعريفية لدرسنا لهذا اليوم الصف أو المرحلة الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية و موضوع الدرس صورة التكاثر اسم المعلم محدثكم من أستاذ محمد القرني في التعليمات الهامة في بداية كل درس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب و إحضار الكتاب المدرسي و الأدوات اللازمة للطالب و الطالبة و الاستعداد للدرس الهدف العام من هذا الدرس أن يتعرف الطالب على صورة التكاثر على صورة التكاثر الهداف الخاصة أن يتلو الطالب صورة التكاثر و أن يعرف الطالب معاني صورة التكاثر و أن يعرف الطالب كذلك تفسير صورة التكاثر و بعض معاني كلماتها إذن كما نشاهد يا أبنائي درسنا لهذا اليوم صورة التكاثر صورة التكاثر سميت بالتكاثر لأنها بدأت بكلمة التكاثر في بداية الآية نقرأ هذه الصورة جميعا يا أبنائي و نعمل من جميع الطلاب و الطالبات الترديد خلف المعلم حتى نتمكن من تلاوتها التلاوة الصحيحة و الترديد يساعدنا بمشيئة الله تعالى بقراءة سليمة نبدأ جميعا قراءة هذه الصورة مستعيدين بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم نردد كل آية مرتين ثم نقرأها بمشيئة الله تعالى في نهاية الدرس قراءة أخيرة أحسنتم نبدأ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أحسنتم بارك الله فيكم صدق الله العظيم إذن هذه الصورة يا أبنائي بدأت بقول ألهاكم التكاثر ما معنى ألهاكم التكاثر أي شغلتكم الدنيا بالتفاخر بالأموال والأولاد وكذلك الأرزاق في طلبها عن ماذا عما خلق له البشر خلق البشر لماذا لطاعة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الصورة في بداية هذه الصورة ويخبرنا بأن البشر كلهم ألهاكم التكاثر إلا من رحم الله ألهاكم التكاثر وهذا ليس عيبا أن يسعى الإنسان في طلب الرزق والأموال والأولاد لكن يجب أن لا تشغله هذه الأموال والأولاد والنعيم في الدنيا لا يشغله عن ماذا لا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى إذا حان وقت الصلاة يجب أن نذهب جميعا لأداء الصلاة هذه واجبة علينا طاعة الله سبحانه وتعالى إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي الإنسان دائما في شغل وفي عمل وفي له حتى يأتيه الموت ثم يذهب إلى القبر فيجب أن يحذر الإنسان هذا يعتبر تحذير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم يخبر الله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ويؤكد ثم كلا سوف تعلمون انظر للتأكيد هنا كلا لو تعلمون علم اليقين الإنسان سوف يرى الجحيم ويرى النار لمن ألهته هذه الدنيا وأن شغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى سوف يشاهد يا أبناء النار بعينه لترون الجحيم الجحيم هي نار جهنم والعياذ بالله منها إذن لترون الجحيم ثم تأكيد لترونها عين اليقين اليقين هو ضد الشك ونحن في هذه الآية ثم لترونها عين اليقين إذن إذا علمنا جميعا أن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقب كل من ألهته هذه الدنيا عن طاعته وعن سبب خلق الإنسان هو وما قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيجب على الإنسان أن يحذر عندما يسعى في طلب الرزق وفي أيضا التفاخر بهذه الأموال والأولاد أن لا تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى كما أمره حتى لا يكون عرضة للعقاب والجزاء يوم القيامة لأنه سوف نشاهد النار بأم أعيننا عين اليقين أي يعني اليقين لا يكون فيه شك سوف يشاهد كل إنسان النار فيكون عاقبة من ألهته هذه الدنيا هو نار جهنم والعياذ بالله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الصح نعيم والرزق بأنواعه نعيم ويحذر الإنسان عندما يجد هذا النعيم وهذه الأنعام التي أنعم الله بها علينا جميعا سوف يسألنا عنها يوم القيامة ماذا عملنا بها؟ إذن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فالإنسان عندما يجد هذه النعمة يحمد الله ويشكره ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يسأله ماذا عمل بهذه النعمة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ فيجب عندما يكون الإنسان لديه متسع من الوقت أن يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى كما ذكر في صورة الشرح فإذا فرغته من عملك وشغلك فانصب لعبادة الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوجيه السليم حتى ينشرح صدر الإنسان ويكون سعيدا فالسعادة تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى وهو الذي تكفل بالرزق للناس جميعا من الذي يرزق الناس؟ هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم كيف يكون سعادة الإنسان وتكون سعادة الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى في فعل ما أمر به على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أو نزل كذلك في القرآن الكريم فتكون هذه طاعة لله سبحانه وتعالى من بعض معاني هذه الصورة الكريمة يا أبنائي أن الله سبحانه وتعالى سوف يعلم كل إنسان ما عمل في هذه الدنيا ويجزيه سواء أن عمل خيرا فخيرا وأن عمل شرا فشرا عندما تحين وقت الحساب يوم القيامة هذه الصورة يا أبنائي عدد آياتها كما نشاهد لدينا عدد آيات صورة التكاثر ثمان آيات ثمان آيات كما نشاهد في الصورة التي أمامنا الشريحة شريحة عدد آيات صورة التكاثر ثمان آيات وصورة التكاثر هو اسم هذه الصورة وهو مأخوذ من بداية اسم هذه الصورة ألهاكم التكاثر أي شغلكم التفاخر بكثرة الأموال والأولاد ولا يكون التفاخر بالقلة في الأموال والأولاد إنما التفاخر يكون بالكثرة إذن الكثرة هي ما تشغل الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر يقول الله تعالى موبخا عباده عن انشغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإناب عليه وتقديم محبته على كل شيء إذن نحذر جميعا من الالتهاء بغير طاعة الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الدرس قرأنا هذه الصورة جميعا ونكررها الآن جميعا نبدأ قراءتها قراءة الصحيحة حتى نستطيع قراءتها قراءة سليمة نبدأ مرة أخرى قراءة الصورة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم هذه الصورة يا ابنائي هي صورة من قصار الصور في الجزء الأخير من القرآن الكريم عدد آياتها ثمان آيات نستطيع بمشيئة الله تعالى تكرارها مع المعلم أو مع ولي الأمر في المنزل حتى نستطيع قراءتها قراءة سليمة ثم بعد ذلك يتسنى لنا حفظها بمشيئة الله تعالى إلى أن نلقاكم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته